اشتركوا في القناة ما يسمى إسلام الإرهاب إسلام الدباحين ليس الخطر فيه إنما الخطر الحقيقي في الإسلام المعتدل لماذا؟ قالت لأنه وحده هو الذي يحمل مشروعاً قابلاً للتنفيذ تستطيع أيها المسلم الرسالي الحضاري بالفكر المستنير بالعمل ليس بالفناء ليس بالدخول في مبارزات فناء أيها الأخوة لا معنى لها أن تخطل لأجل القتل أن تدمر وتحسب أنك تستطيع بقاتل بضعة آلاف أو حتى بضعة عشرات الآلاف تستطيع أن تلغي صورة العالم السياسية اليوم لا تستطيع بهذا الأخوة بالعكس أنت ستحصل العالم كله ضدك وستعرض أمتك لحرب إثناء حقيقية وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلون فقط عناد الرأس أيها الأخوة عدم العلمي في تكذير المواقف تتحرك إلى الآن ربك ربما لعقية الزر سالم وعن ترية عن ترع الأبجر ربما نتحرك بهذا الطريقة يعني مستحيل مستحيل يوم كان الميزان متقاربا جدا أيها الأخوة بيننا وبين هذا الرب قبل مئات السنية استمرت من الظروف الصليبية أكثر من قرنين بالعكس ميزان التفوق التقني العلمي كان في جنبنا ومع ذلك استمروا في حربنا وفي مشاكستنا أكثر من قرنين فكيف يمكن أن يكون علي الوضع اليوم وميزان التفوق الساحق لهم ونحن ليسا عند أشيء إلا هذه العمليات أيها الأخوة المنفلتة التي تفتقي إلى المنطق أصلا لكي تكون مفهومة لكي تكون متركة قابلة لأن تُعى لأن تفهم لها أهداف حقيقية تخدم للأسف لا تخمم ولا تضيع وتجعل فواثر حضاري أيها الأخوة تطول آماده وأزمانه عليها فوق ما طارت وفوق ما استمرت هكذا ولا أدري لما هذا الصمت المريب الغبي العجز إلى اليوم في عواصر العرب الذين ربما غدا سيدفعون أيش أيها الأخوة دوا لهم فمن أجل ما يحدث ما سأكين هؤلاء ضربنا لهم برجين ضعفنا دولة صحيح ما سأكين ربما يكون أعظم يجب أن نفكر بعقلية حقيقية لذلك أيها الأخوة لا أدري ما استر هذا الصمت لماذا أغبياؤنا معاني حكامنا هكذا لماذا أغبياؤنا أيها الأخوة لم يضغطوا على الشعوب الطيعة ما شاء الله المؤدبة جدا أن تخرج وستستجيب الشعوب الآن أيها الأخوة في حالة هرامية حالة تغبيش لا تفهم الغبي مباشرة الغبي مباشرة سيفسر هذا الصمت المريب على أنهم مباركة ضمنية للإرهاب في مدريد يسكتون لأنهم شامتون هكذا طبعا لا يمكن أنه ربما تكون هكذا نسبة ضائلة جدا 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 تبارك ما حدث في إطار المعرحي الشاملة لا تبارك قتل هؤلاء بالذات لكن تبارك القتل كمبدأ التبنير كمبدأ على أساس أنهم لا يفهمون لاستجاب أيها الأخوة لا يفهمون لاستجاب للتحدي الأمريكا والغطر الصليمونية إلا هذه الصورة وهو لا واهمون وخاطئون مرة أخرى أيضا لذلك للأسف كان خطأا كبيرا أن شعوبنا لن تحرش ولم تسل بها الشوارع والميادين في احتجاج على هذه الجريمة للأسف سيد فعون الثمن أيضا مرة أخرى على هذا الصمت إذن بعد ذلك أيها الأخوة سنخسر هذا مؤكد سنخسر قضاعات كبيرة ممن كانوا يتعاطفون مع قضاينا سيكفون أن يتعاطفوا بعد ذلك مع قضاينا ستضيق الحلقة لا شك سنكون وهمين أن يتأمل في شيء مختلف ستضيق الحلقة لا شك على المسلمين هنا بالذات وعلى المسلمين في العالم وكما قلت لكم سيتغارب ما تباعد بين الموقفين الأوروبي والمريكي سيعود الولد الآن وهناك ناس طبعا يستضون في الماء العكرة أو المياه العكرة ويدعوها إلى ذلك ولذلك بوشي الآن يتبه لها فرصة أنا متأكد هو سعيد جدا بما حصل بعض الناس فقط يؤكد أو يضع نظاره على أزنار أزنار ورقة احترقت أيها الإخوة ستنفرت إيه ألغرات إنتهى أزنار أو حزب أزنار أيستها القضية القضية أن بوشي يريد توزيع رقعة الحرب أيها الإخوة والآن بدأ يكسب ماذا الفيرق الأوروبي أكبر مكسب أعظم مكسب له نحن كسبنا من خسبنا نحن ولم نكسب شيئا نحن على الدوام نخسر أساتذة في فن الخسار والخسراء أيها الإخوة هذا طبعا كل على حرب ماذا على فرض أننا ساهمنا في هذه الجريمة انتبهوا وهذا ما لا أبطع به بالعكس أنا أتشكك أتشكك كثيرا لذلك لا أتشكك كما قلت أن هناك أفراد يعني الفرد الذي أيها الإخوة الذي يدل على المجاهد الفلسطيني وتأتي الأباتش الصهوية وتضرب معقل هذا المناظر نفس هذا الفرد ممكن أن يمع الأشياء كارئة بلاش يسير لا هذا الفرد ما شاء الله عقائدي أي نوجي متنور بالطريقة هي الخاصة التي تخصه وتخص أشياء لا ويعمل بالخلاص ويريد أن يختصر الطريق إلى الجنة مشكلته في عملها أيها الإخوة وهذه النصر لا تتكرى تهيرا الحمد لله البركة و تعالى العيال الإسلامي فيه مجمله